صدقني كل الأحزاب الأحزاب اللي دخلت في العملية السياسية من السنة دوليا من دول إقليمية لهم تأثير ونفوذ وبعدين أكو دول ما كانت بالحسبان يعني دول ما محسوبة أنه مدى تأثيرها يعني أظهرت وظهرت نفوذها وقوتها من خلال العملية السياسية الماضية والقبلها يعني كانت مثلا الإمارات مو بالحسبان مثلا قطر بعيدين عنها كانت تأثير اللي موجود يعني قريب على التركي والأردني والسعود بعدين دخلت أكثر من الدول اللي موجودة في حكم تأثيرها 100% فكعرب سنة أكو تأثير من كل هاي الدول اللي عددتها زيان لذلك احنا بالنسبة أنه يمكن آخر آخر صور نزلت وبيان وقسم من اللقاء اللي كان ويا السيد أردغان قبل عشر أقل عشر تيام كانوا القوة السياسية أغلبها اللي موجودة هي في تركيا بزيارة السيد أردغان إذن القضية مومة مومة ومومة واضحة لا وحضور شخصيات أيضا من الساحة السياسية الشيعية كان لكل حاضر حتى السيد فالح الفياد كان موجود حاضر يعني قصدي أنه القضية مو مو بعيدة عن الواقع ولا مضمومة يعني إذا تظهر بالوسال التواصل في الصراع هذه المرة راح يكون صراع قوي صراع محاور أعتقد أكوي لأن هذه الانتخابات راح يكون انتخابات فاصلة أعتقد الانتخابات الجاية مو مجالس محلية ما بعدها برلمانية باحتبار المحلية راح أتأسس للوضع تمام فأعتقد أنه راح يكون صراع قوي